اكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة تسعى دائما لعقد شراكات وطنية وبناء تعاون وثيق مع مختلف الجهات الداعمة للقطاع الشبابي نعم جاء ذلك خلال توقيع سعادة وزيرة شؤون الشباب والدكتورة نجمة تقي رئيسة الجامعة العربية المفتوحة اتفاقية تعاون بين الوزارة والجامعة أشارت سعادة الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستشكل منطلقا مشتركا بين الجانبين في إطار اهتماماتهما بتمكين الشباب البحريني واكتشاف وسقل وإبراز مهاراتهم وزيادة الفرص النوعية أمامهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل من جانبها أكدت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة على أن هذه الاتفاقية ستمكن طلاب الجامعة والشباب من الاستفادة من المساحة والبرامج التي سيوفر وهذا التعاون البناء بين الجانبين مضيفة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام الجامعة بدعم وتطوير إمكانات الشباب البحريني وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار هذا وتنص الاتفاقية على إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة العربية المفتوحة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تقدمها الوزارة أو الجهات التابعة لها وتنفيذ المشاريع البحثية بالتنسيق بين الطرفين في المجال الشبابي بالإضافة إلى فتح باب المشاركة في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تقدمها الجامعة العربية المفتوحة لعامة الشباب ترجمة نانسي قنقر